السلام عليكم شباب وياكم مرتضى الجليحة وطبعاً إذا تريد جهاز متوسط أو أقل متوسط ما عليك غير شركة انفينكس شركة انفينكس هو واحدة من الشركات تقدم لك أجهزة متوسطة والسعر جداً رخيص اليوم عدنا انفينكس هوتع هذا الفيديو برعاية الشركة العالمية الهواتف نقالم مركزاً رئيسي كربلاء الهندية ومجاور مركز الشرطة بشارع على المحكمة القديمة هذا الجهاز حقيقة واحد من الأجهزة المميزة مميزة بشنو؟ عدك مواصفات مع سعر هذا الجهاز سعره 119 أو 120 دولار ما يقارب الـ 151 ألف عراقي خلي بديلك بمواصفاته وشوف هل يستحق جهاز بهذا السعر هيتش مواصفات؟ هذا الجهاز يجينا بشاشة مقاس 6.78 HD Plus طبعاً الشاشة راح تكون كاملة بها مكان أو حفر صغير جداً للكاميرا الأمامية هذا الجهاز يكون معدل بكسلات البي هو 264 بكسل بالإنش الواحد هذا الجهاز يجيك بشاشة كاملة أكيد مخليات لك الشركة لاسق على الجهاز وكذلك كفر حماية موجودة داخل العلبة كذلك هذا الجهاز يجينا بنظام الأندرويد وواجهة Infinex XOS 6.0 واجهة Infinex اللي البعض ما يحب هاي الواجهة مع ما هي الواجهة جداً سريع وتنطيك أداء سلس وسريع كذلك هذا الجهاز يجينا بمعالج من ميدياتك هو G70 ترى G70 هذا المعالج أنا أشوفه زين مع الأداء الاقتصادية أو الأجهزة الاقتصادية لأن هذا المعالج مستخدم بعض الأجهزة من شركة هواو اللي تعبر 200 دولار معالج الرسوم المالي G52 هذا الجهاز مو انت راح تستعمله استعمال مو الأجهزة قوية لا بالنسبة لأجهزة المتوسطة بالنسبة لأجهزة الاقتصادية واحد من أكفة أو أفضل الأجهزة ينطيك سعر مع مواصبات هذا الجهاز يجيك بذاكرة عشوائية 4 جيجا مع الـ 64 جيجا هو بالإعلان الرسمي أكو نسخ 6 جيجا مهانية وثمون عشر لكن ما جاء العراق بشكل رسمي ممكن إذا جاءنا راح نعلن عنها بالشركة طبعا كذلك هذا الجهاز يجينا بتشطيبة كاميرات من الخلف راح تكون كاميرات رباعية هي أربع عدسات العدسة الأولى 16 ميجابيكسول زاد عدسة 2 ميجابيكسول وعدسة الأخيرة اللي هي QVGA هاي تقدر تقول العدسة للحلاء وخليتها الشركة هذا الجهاز كذلك يصور لك الـ Full HDB 30 إطار بثاني كذلك هذا الجهاز يمتلك كاميرا أمامية اللي هي بدقة 8 ميجابيكسول هاي الكاميرا اللي قلنا احنا بأحد جوانب الجهاز الجهة اليسرى بالنسبة الشاشة الجهاز تكون حفر جدا صغير يحتوي على هذه الكاميرا الكاميرا ستصور لك كذلك الـ Full HDB 30 إطار بثاني يعني ما يقارب الـ 1080 هذا الجهاز يجينا بطارية هي الـ 5200 ميلي أمبير هاي البطارية أنا شوفها جدا عملاقة مع جهاز اقتصادي وسعره جدا مناسب لكن ما تدعم الشحن السريع بالنتيجة هذا الجهاز يقدم لك خلطة مواصفات مع السعر فإنت إذا تريد تروح للسوق بـ 119 دولار أو 120 دولار إيش راح تحصل؟ أنا أتوقع واحد من أفضل الأجهزة وأفضل الأسعار تقدم لك مواصفات مع سعر هو هذا الجهاز الـ Hot 10 هذا الجهاز اللي موجودة بالواجهة اللي يكون للأعلى مع ما أنه بعض الناس ما تحب واجهة لكن ممكن إذا تعودت عليها شغلك جدا بسيطة وما تلاقي أي صعوبة وممكن تخلي لها واجهات أو ثمات راح تغير لك الخلطة بأكملها بالنتيجة هذا الجهاز متوفر بضمان جروب ZMC يعني وكالة رسمية عندنا بالعراق نهاية الفيديو أتمنى أعجبك الفيديو إذا حبيت الفيديو أضطينا لايك لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة وياكم أرتضى الجليحاوي وفي أمولين